البنك المركزي بتاعنا كل يوم أو يومين بيعمل بلونات اختبار في السوق العادي والموازن ليه؟ بيجس بها النبض برضو ليه؟ لتصورات عنده محدش عارفها غيره ايه هي أدواته في كده؟ وايه هي بلونات الاختبار دي فقلت لكم إذا انت مش محتاج فلوسك 3-4 سنين روح اشترق أقار حركتك ضايف طب أنا محتاج فلوس قريب اشتري ده بقديم عشان ما تفعش مصنعية وروح لو احتاجت فيه بعد شهر شهرين تروح السوق تبيع الده وتجيب فلوسك ما فيش فيها اي مشكلة فقلت لكم إذا انت مش محتاج فلوسك دلوقتي احنا فيه بلونات اختبار يا محمد في السوق فدولار بـ 23 ونزل بـ 21 الحكومة معافظ بانك المركزي يعني اخدها كده أنا ببساط لك الفكرة مش عغل مخبرين في السوق فيشوف على 21 السوق سبت ولا تاني يوم قفز فهيحصل ده هيفضل رايح جاي عشان نبدأ نشوف لو استقرع الـ 23 وقعد لفترة فيقوم من محافظة البنك المركزي يعرف ان الطلب تقريبا قد العرض فيقوم يخلي الدولار بـ 23 وياخده بمراحل بقى طب الدولار ونزل لـ 21 ونفضل على 21 شهرين يبقى البنك المركزي عارف انها هفلي على 21 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر